في حد من الأولاد عايز يسأل تفضل احنا عندنا قرآنية بتقولوا الى الأرض كيفها سطحة نفس الوقت احنا عارفين ان الأرض كروية او ان هي كوكب دائرية من داخل فازاي يعني هل كيفها سطحة هي معصود بي انها مسطحة ولا معصود بيها حاجة تانية وإلى الأرض كيف سطحت يعني لها سطح والكورة لها سطح هناك فرق بين الامتداد معلش لو قلتني مثلا والأرض بسطناها او البسيطة البسيطة عن المبسوطة وذلك انك اذا صرت على الكرة لا تنتهي هتفضل ماشي 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 من غير نهاية فالسطح بتاعها السطح بتاعها انت بتلف حوالينها وهو ده اللي خلى كولومبوس ولا مجلان ولا كذا الاخير يطوف حواليها بالشكل ده لانها هي كرة فالأرض بعد ذلك دحاها يعني نجعلها كالدحية كده يعني الدحية في لغة العرب هي البيضة نعم في حد تاني هنا تفضل في نظرية بتقول ان الكون تكون في آلاف سنين والآن بتقول بسم الله الرحمن الرحيم خلق السماوات والأرض في ستة أيام نعم فهل اليوم هنا مقصود بيوم من بتاع الكرة الأرضية ولا يوم بمقدار تاني لا ده يوم عند الله ستة أيام بتوع ربنا تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة بالنص كده يعني يوم واحد في مكان معين في الكون بخمسين ألف سنة من عد الأرض طيب فلو ارتفعنا أكتر والكون يزداده اتساعا يبقى بمليار سنة اليوم عند ربنا خليها بمئتين مليار سنة خليها بديشيليون سنة ما عرفش ديشيليون يعني ايه لكن خليها كده فالنسبية في الزمان أشار إليها أينشتين فهنا بيقول ايه إن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون فيه أبو ألف وفيه يوم تاني بخمسين ألف يعني فيه يوم تالت بمليار سنة فلو جال العلمي وقال لي خلاص احنا عرفنا الحمد لله إنه في ستة مليار سنة نقول له طيب خلاص بهم ستة مليار طيب ستة تريليون ستة تريليون بفيش أي تعارض مش هتعرف تجيب التعارض ده ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم